السلام عليكم واجموات الوطن الدولية مادة فانتمنتل اوف نيرسينج محاضرة رقم سبعة فضلنا بالمادة هاي محاضرتين وبتنتهي المادة بكرة عندكم امتحان نصف راح يكون فما وعداش الدرس حكينا بعمل امتحان بالمحاضرة مش الفاتت اللي قبلها ونركزنا لكم بعض النقاط نرجع نرجع حال النقاط المهمة هاي ونرجع لسليدات امتحان ما راح يكون من برا لسليدات في نقطة تانية مثل ما حكيت من شوية انه بعض الطلبة يكتب لعلى الخاص ما فينا اقدر اجاوبه لانه ما بقدر اجاوب كل طالب على الخاص بتمنى كل واحد عنده سؤال اثناء الدرس انا زاتا بعط الفرصة للجميع فياريت يسألني اثناء الدرس عشان دي اي مشكلة مش يعني حدا ما يكون محاضر محاضرة معي ما يحاوم تبع معاي فأثناء بعط المحاضرة وبعد فترة يروح يجي راجع المادة صعب من شغلة يسألها فبتلاقي الشغلة هاي انا حكيها ومركز عليها او انا حكيها وموضحها فهو مش مثلا مش حاضر او ما كان منتبه في بعض الطلبة سألوني بعض الاسئلة راح اعيدها على الخص سألوني فما بقدر اجاوبهم على الخص دي جاوبهم هوني حتى تعمل فايدة في طالبة سألت قالت بالنسبة للدم اذا كان الدم ذاتا بيكون حطينه في براد او تلاجد لحفظه صحيح هذا الكلام كيف مندفي له الدماء نتركه على سطح الطاولة تبعتنا بقينا وهنا بالمستشفى نتركه ما فينا اسخنه على تسخين لا بتركه في جو الغرفة فها بصير درجة حرارته للدم مشابهة لدرجة حرارة الجو يعني تنزل يعني بيكون بارد فبدفع من حرارة الجو ما فينا اروح اسخنه او احطه في مدفي لا او في مي سخن لا بتركه على سطح الطاولة حتى مش في شمس لا في منطقة عادية في جو الغرفة بتركه على سطح طاولة خطه على الطاولة فحرارته بصير مشابهة لحرارة الجو شوي عشان نبلش نعطيه للمريد السؤال التالت في طالبة سألتني بتقول مش محلية الدم بالضبط ما فهمت عليها محلية الدم الـ Central Line TBN كنا نحن فيها بوسلتين نعطي فيها منركبهم أداتين منركبهم على المريد يعني ملكان يولا إبريت المحلول أو الـ Central Line الـ Central Line هو بيجي في منطقة مركزية في وريد مركزي يعني ما من عند الرقبة أو من منطقة الفي مورال هذا الـ Central Line عبارة عن تيو ندخلها في الوريد عشان ندخل كمية أكبر من السوائل يبكى عن طريق شغلتين نحط السوائل نعطي للمريد السوائل يعمل كان يولا يعمل أيش الـ Central Line لكن المواد اللي بتنعطها للمريد كنا محليل أو TBN أو البلد محليل في عنا محليل كثيرة ممكن تطلع عليها في عنا Normal Saline Dextral Saline في عنا Ring التي تطلع عليها لو كتبته Type of Fluid IV Fluid أنواع السوائل اللي بتنعطها على الانترنت أو ممكن شارك لكم الرابط لتشوفوا أنواع المحليل وأسميهم حاجة التانية في عنا الدم حكينا عنه الحاجة التالت TBN حكينا عنها هي TBN هو عبارة عن عناصر غذائية بتنعطها للمرضى اللي عندهم مشكلة في الجهاز الهضمي لفترة طويلة فبيعطوهم TBN هو غذاء عناصر غذائية ما فينه المريض يعيش على محلول محلوله بس لفترة طويلة من بلك عنده مشكلة كانسر بالأمعاء بلك بحتاج لفترة فعنا أعطيه بس سوائل 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 بتكفيش لا TBN عناصر غذائية جاهزة بالشكل هذا نرجع لمحاضرتنا قبل ما نبدأ محاضرتنا في حتى عنده أي سؤال لو سمحت يكتب بدي أسألك موضوع نزيف الدم بيرفع ضغط الدم ولا بنزل الضغط نزيف الدم قاله نزيف الدم خلينا أسكر المايك نزيف الدم شو بصير بصير لما المريض يصير عنده نزفة سكان بعد العملية أو طلق نار ونزف كمية من الدم فبصير كمية الدم في جسمه قليلة كمية هالدم هاي قليلة فبنزل الضغط هاي واحد الشي التاني بزيد شو بزيد عدد نبضات القلب اللي بزيد نبضات القلب ليش لأنه كمية الدم قليلة فهاي الكمية الدم القليلة بده يعوض الجسم أنه يحركها في كل الجسم وتوصل الأكسجين يعني نعتبر هاي كمية الدم كناقل تنقل الأكسجين والغذاء للخلايا ولا مصح فصارت قليلة فالقلب يصير يدق أسرع عشان هالكمية الدم القليلة هاي يقدر يوزع الأكسجين والمواد اللازمة صحيح كل كمية الدم في الحالات مثلا البليدنج القانشوت البليدنج كيف منعرف مثلا أنه المريض عنده بليدنج من أول العلامات بتزيد نبضات القلب بتزيد نبضات القلب هاي أهم العلامات عند المريض اللي عنده بليدنج يعني زادت نبضات القلب يعني كمية الدم صارت قليلة كمية الدم صارت قليلة إنه المريض صارع عن احتمال عنده بليدنج في بعض العمليات بتصير عند المريض مثلا بنعمله عملية تمام بنعمله المريض عملية بالجرح ما بطلع من الجرح ما بطلع دم لكن ايش نبضات القلب بالزيد ضغط بوطة فهون المريض منشك فيه إنه عنده إيش إنتيرنال بليدنج يعني نزيف داخل شايفين كيف مع إنه ما طلعش دم برا بس إيش الدم فيه نزفة داخلية جمع الدم في تجويف داخل البطن ومن علامات برضك النزيف الداخل ليه من علامات النزيف الداخل ريجددد أوف د أبدومين يعني بتلاقي بطن المريض زي المتحجر تجمع دم في قلبه بس الأهم علامة نزاد البلس ذلك البلس سريع نبض قلب في حدا يلو أي سؤال في حال التبرد ها لما الواحد يتبرع دم أو يفقد دم كمية السوائل في جسمه الدم عبارة عن سائل في الجسم ولا مصح سوائل بيفقد الإنسان سوائل من جسمه بيفقد الدم من جسمه بتبرق كمية من الدم وحدة نص لتر وحدة أو نص وحدة هون بتطلع وبتلاقوا على طول بعوضوه بسوائل لأنه الجسم صار عنده فقدان من الدم بحتاج يعوض تحتاج يعوض يعطوله سوائل مباشر عشان ضغطه ما يوطاش لحنا مش كنا تذكروا إنه المريض لما بيبقى ناعم على السرير من قاعده وإذا قومناه مرة واحدة بيوط عنده الضغط فجأة شو كنا كنا نعمله من قاعده شوية شوية ونشربه كاسة مية نطلب منه إذا ماسموه له يشرب مية نشربه كاسة مية عشان السوائل تزيد في جسمه على طول إذا كان الجسم محتاج للسوائل على طول بيتم الامتصاص ورشح الفتكيف فالمريض برضك نفس الشي أو الشخص اللي تبرع بدم عنده إيش تبرع كمية بدم خفض ضغط فعب عطول بسوائل أو بيعطول إذا صار عندهم خفاض حد بيعطول إيش محلول الشخص كذلك اللي في عنده فوميتينج عنده ديارية فقط كمية من السوائل الجسمه ولا مالصح الجسمه ما بياخد سوائل بسبب إيش الفوميتينج بسبب الديارية في عنده جفاف صار فبعطول وبيش على طول محلول بالشكل هذا لأنه ضغط المريض وطه بدوخ المريض بيشعر بدوخه أو إذا استمر هذا فقدان السوائل فقدان السوائل بصير عنا إيش فهيبو فول مكشوك صدمة فقدان السوائل عرفتوا كيف صدمة شوك هاي بوفول مكشوك في حدا يلو سؤال تاني فدائما دائما الشخص اللي بتبرع دم بعد ما يتبرع دم بيعطوله سوائل أو الشخص اللي مثلا بتلاقي الشخص العم العملية بعد العملية بقوله أول ما يسمحوله بيش يشرب ويتغدى فبطلبوا منه يشرب سوائل وينصح بالسوائل أو العصاير الطبيعية اللي عنده دمه طعيف بنصحه ويشرب برضك كمان عصاير كثير اللي عنده جفاف برضك بقولوله برضك ركز بالسوائل كتر سوائل اللي عنده مثلا بصر عنده أمساك برضك بقولوله ركز على السوائل تشرب السوائل للجسم فيه لفوايد كثيرة تمام ما في أي سؤال اليوم درسنا Infection Control Infection Control مكافحة العدو حكينا في المحاضرات السابقة عن بعض الشغلات لمكافحة العدو من ضمنها شو حكينا استرال تكنيك استخدم استرال تكنيك الشغل يكون بطريقة معقمة أدوات تكون معقمة كيف نشتغل بشكل معقمة وكل هذا رح نحكي به بالعمل كمان كيف استعمالي للأداة تكون معقمة كيف استعمالها بطريقة معقمة بسترال تكنيك شو قلنا كمان من مكافحات اللي عيش العدو كنترول انفكشن كنترول الحفاظ على النظاف الهايجين إنه مريض طلع من عنده من المستشفى على طول أطلب تنظيف الغرفة تبعته دايما الشكل المكان يكون نظيف الانفيرومنت يكون نظيف حاجة تالتة انفكشن كنترول قلنا من انفكشن كنترول كمان الشو إنه ألبس إيش الملابس الخاصة بشغلة شي التاني أثناء العملية الهيت كوفر المعاص كله هاي الشغلات عشان إيش أحدد من العدو وشو كنا كمان شو كنا كمان رمي الملابس بعد استعمالها مش رميها في بعض الملابس منغسلها في بعض الملابس مثلا الشغلات مثل الهيت كوفر الجلاوف منرميها شو كمان من الانفكشن كنترول كنا كل مريض إله حمامه بين الفترة والتانية أهم شغلة شو كنا مننصح غسل الإدين نحن بين كل بروسيجر أو قبل بروسيجر وبعد أي بروسيجر غسل الإدين هاي أهم نقطة الركز على هاي النقطة لأنها أهم نقطة من انفكشن كنترول غسل الإدين قبل وبعد أي بروسيجر كنا تعقيم في عنا حاجات مهمة أكثر مثلا الشخص اللي بيكون عنده الميونيتي سيستم ضعيف جهاز المناعة ضعيفة بقايش بمنع عنه الناس يقتربوا منه أو أبعد عنه أي فرصة لحدوث الإنفكشن بالنسبة للأشخاص اللي عندهم الميونيتي سيستم ضعيف خاصة الموليد الجداد خاصة اللي بياخدوا كيموترابي خاصة اللي بي عندهم زراعة عضو جديد مثل الكلة تمام حكينا لبس القفزات شو كمان في عنا منتاز وضعه بغرفة خاصة على المريض هاي بتتعلق بالتعقيم حكينا بالتعقيم جهاز التعقيم محراري أو كيميائي تمام غير وفي عنا حاجات كمان من الانفكشن مينيكول في عنا حاجات كنترول انفكشن بروفيلاكتك كل من نمنع بعض المرضى أوقات انتبيوتك مش كنا المريض قبل من بعته ع غرفة العمليات بنعطي له جرعة انتبيوتك ليش بروفيلاكتك نمنع الانفكشن كنترول حددنا الانفكشن ولا مصح شو كمان hello شو كمان كنا المريض قبل ما نبعته على العملية نطلب منه ويش يتحمى يغسل المكان اللي حيصير في العملية يعمل حلاقة الشعر لأنه كنا الشعر يكون سبب لحدوث الانفكشن يدخل بالجرح ولا مصح كنا نعمل لجرح المريض لجرح المريض لازم نعمله لازم المريض نعطي له انتبيوتك نمنع أي مريض عنده انفكشو انه يقترب من المرضى التانين بنحطه في غرفة خاصة هاي شغلات بشكل عام حكينا بيها اليوم أكتر رح ننت هذا رح نحكي عن الشغلات هاي حكينا بس بعيش بشكل أدق شوي وهي ذاتا كلها بالدروس الفاتحة عادت معت جديد للك كلها موجودة اهم شغل اني اركز عليها انه غسل الاتين قبل وبعد اي بروسيجر منه حماية للمريض ومنه حماية لنفسي انا بعد اي بروسيجر على ايضاي بصير ميكروب ولا بصح منتاز هاي اللقاحات بتحدد بتمنع امراض بالمستقبل منتاز كثير انفيكشن كنترول ميجر انفور دي يوز او بيرسون البروتيكتف اكو عشان نحدد العدوة العدوة ومنع حدوطها ايش لازم نستعمل زي الملابس زي غطار رأس زي 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 ونستعمل تقنيات تعمل كحواجز امام انتقال العدوة بالمحاضرة الفاتات حكينا انه لازم اعمل قدر المستطاع لامنع حدوط عدوة من مريض لمريض تاني ولا مش صح لانه في بعض المرضى بنولدو فيش عندهم اي مشكلة صحية بنولدو بسبب وجودهم بالمستشفى بسبب خطأ الممرض او الدكتور نقللهم فيروس او مايكروب سبب لهم عدوة في قلب المستشفى في وجودهم في المستشفى فبننا نتبه لهيك شغل client environment حكينا عنها تشمل ب include the room تشمل ليش غرفة المريض بيئة المريض client environment هي غرفة المريض او الكسم الموجود في المريض فهون بدنا نكون من تبهين صحيح العزل تذكروا كورونا كوفيد قبل سنتين كان اللي صر عنده كورونا ينعزل نفس الشيء هاد الطريقة مستخدمة مع المرضى اللي عندهم مرض معدي او الخايفين نحن عليهم انهم ينعدوا بمرض مثلا بيكون خاصة اللي بيكون عندهم ضعف في جهاز المنا زي الموليد اجداد او المرضى اللي عندهم مشكلة بال immunity system فهيك مرضى نعمل لهم عزل في غرفة خاصة هيك مرضى فقط من الاهل اذا لزم مرافق فقط واحد من الاهل بتضل عنده مثلا الطفل بتضل امه عنده ما فينه يزور اي حدا خلاته عماته ست سيد ما حدا يجي عليه ممكن اذا بيكون مقابلة لأيله عن طريق شباك الكزاز يتم يشوفو الشي التاني اذا مو لازم مرافق خلاص بيبقى لواحد المريض الشي التاني عشان نقلل من فرصة حدوط العدوى فقط ممرض بشتغل مع هذا المريض ممرض معروف مثلا كل يوم ممرض معين هو هو الممرض مش كل يوم ممرض جديد لا ممرض بس واحد بشتغل مع هذا المريض ممرض بالنهار وممرض بالليل يعني ممرضين محددين ما فينا كل شيف تحط له ممرض جديد هاي من فرصة تقليل حدوط العدوى اتفقنا يعني ايش بحدد من الاشخاص اللي راح يتعاملوا مع هذا المريض فرصة تماس مع الناس اللي حواليه صير قليل عشان نمنع حدوط العدوى Infection Control Room Private Room تمام حكينا به Keep the door Close To the room Close To control تمام دائما دائما غرفة منع حدوط العدوى او غرفة الحجر بتكون مغلقة الباب ليش عقل فرصة التحرك الميكروبات من بره للغرفة هون في عنا شغلة مهمة الروم هذا Private bathroom دائما يكون في قلب الغرفة تبعت الحجر انه يكون فيها bathroom خاصة بالمريض ما حدا يفوت عليها ما حدا يستخدم لها bathroom غير المريض هذا الشي المهم هون انا كدور كممرض حتى بيجي حدا من بره القسم كان بيشتغل في المستشفى عنا ما يدقوا الغرفة ويفوت على هالم مريض هذا فنحنا ايش منحط instruction card يعني ايش منحط نشرة على باب الغرفة بانه هاي الغرفة isolation person يعني isolation و غرفة حجز غرفة حجر منحط عبواب الغرف للمرضى اللي عندهم مشاكل في جهاز المناعة زي علامة تعرف عليها في قلب المستشفى انه هذا المريض مش اي واحد بفتاع غرفته فقط ممرض واحد دكتور واحد متعارف عليهم بس يعني ما في اي حدا يجي مثلا تبع العلاج الطبيعي او تبع الجسم على طول مباشرة يدق باب الغرفة ويضل مارك ويطلع في ملف المريض ويشوف هذا المريض لازم علاج طبيعي ولا لا لأنه في عباب الغرفة علامة بالشكل هذا متعرف عليه لو رحتوا على المستشفى تطلعوا إلا ما تلاقوا بين الغرف غرفة واحدة او غرفتين تلاق عليها زي نجمة حمراء او اشارة معينة يعني هذا ايش الغرفة مايفوت عليها اي واحد حاجة التانية انا كدورة كممرض انه ايش امنع للزايرين علم الاهل في بعض الناس حسب العادات والتقاليد انه خافوا انه اهل المريض يزعلوا منهم انهم مجوش ظار والمريض خاصة في عاداتنا انهم ما اهل المريض رح يزعلوا منهم لانهم مجوش وقاعدوا مع المريض وزاروا المريض وما ونسوش المريض بالعكس هم بالشكل هذا ازاجوا وقاعدوا هيك هيك بيجيبوا ايش انفكشن للمريض بعملوا خرابة ديار للمريض فنحنا هون بدورنا كممرضين وهي مسؤوليتنا teaching visitor بعلم الاهل بعلم ايش الزايرين اول شي بعلم الاهل بعلم الزايرين كيف كديش هم ازا دخلوا هالغرفة غرفة المريض كديش بيعملوا خطر للمريض كديش بيعملوا سببولوا مشاكل فانا بعلمهم الشي التاني اليوم في عنا التواصل الاجتماعي الواتساب الفيس المسينجر عن طريقهم فينا نساعد المريض انه يتواصل مع ايش اللي برة على سبيل المثال انه ايش المريض الكبير بالأمور انا كممرض بشتغل معها المريض هذا معه بتلاقي المريض تليفونه فبس لكن بعرف اش يستخدم بعرف اش يستخدم فعن طريق انا كممرض لاني انا اللي بفوت على الغرف وبطلع ما في حدا من القرار بيفوت يطلع انه اساعد هذا المريض اسكنه كبير بالأمور انه يتواصل مع ايش مع اهله عن طريق الواتساب الفيسبوك هذا بالاتصال الكاميرا او اتصال الفيديو كتير مهم هاي الشغلة لانه بعض كبار الامور ما بقدروا الشي التاني منعلم كنا الزايرين منعلم الاهل انه منوح هدا يفوت على المريض فينا كمان عن طريق لوح زجاجة في بعض الغرف يكون الدول احد الدوار تبعها او الحيطان تبعتها او الجدران تبعتها بيكون فيها شباك زجاجة فيها عن طريق هو انه يشوفوا المريض ويتواصلوا معه بالحكي عن طريق سماع بس لكن ما فيه تماث بيكون مباشر هالشي هاده كتير مني الشي التاني دايما دايما متل ما كنا انه دايما انه البيئة تكون نضيفة بيئة القسم نضيفة بيئة الغرفة تكون نضيفة الحمامات يكون نضاف بشكل هذا منحافظ على ايش على منع حدود العدو للمريض بالمحاضرات الفاتات common positions حكينا عنا common positions هاي كتير مهمة كنا منحضر المريض لأي عملية أو لأي procedure مثل فحص أو حاجة معينة أو procedure معين منحضر المريض في position معين هون supine position هون lateral position بالشكل هذا في عنا هذا position brown position هذا ايش الposition كتير مهم ليش نحنا الposition هذه مهمة نعرفها كنا لأجل العمليات أو نحضر المريض لأي procedure معين شي عنا مهم كتير في عنا حاجة اسمها bid source راح أحكي لكم ماذا وصلنا هون إلى positions راح أحكي عنها bid source حدا سمع عنها bid source أو تقرح الفراش كراح الفراش كتير مهم راح هوبر مين انت راح هوبر اسمك شو اسمك تحاب أو راح يبقى كارية للمحاضرات الفاتح أو بتابع تابع المحاضرات الفاتح البت source في عنا درس كتير مهم بالنسبة للتمريض بالنسبة لتبعين العلاج الطبيعي موضوع كتير مهم اللي بصير عندهم شلل يعني مريض صار عنده حادث صار انقطاع في الحبل الشوكي بطل يقدر يحرك أطرافه وجسمه أو مريض صار عنده طلق ناري عمل قطع الحبل الشوكي فصار عند المريض ايش شلل هدول المرضى اذا تركناهم على الاسرير بالشكل هذا بصير عندهم حاجة اسمها تقرحات الفراش أو البيت source آلية حدوط البيت source بالشكل هذا لو جينا هون لو جينا هون على الرسم المريض بالشكل هذا نايم طول النهار على ظهر ولا مصح هلا عظم المريض والفرش في ضغط الجسم ضغط في مناطق معينة بصير بوقع جزء من الجلد أو التشو بين ضغط العظم عظم الجسم أو ثق الجسم وبين الفرش نتيجة هذا الضغط بوصل كميات كافية أو بوصل دم لهذه المناطق ما وصل دم لهذه المناطق يوم والتاني بصير عندنا يبلش يصير deep tissue نسيج ميت بتموت هاي الأنسية لأنه ما بوصل هدم إذا تركنا المريض على ظهر نائم بالشكل هذا ما وصل دم بصير عندنا نسيج والخلايا في هاي المناطق المعلمة بالبنة ما وصل لها دم خلايا بتموت خلايا بتموت يوم عن يوم خلايا بتموت بصير عندنا إيش الجلد بصير لونه أحمر بعدين ببلش جرح قليل جرح أكبر 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 بزير فهذا الجرح بصير فيه إيش انفيكشن عدود وبصير عندنا تبلش المشاكل عند المريض لو جينا هون stage of pressure source brush or bit source بنسميه مرحلة واحد بصير احمرار مرحلة اثنين بلش هيك احمرار مع الجلد بصير فيه مثل الجرح وبصير فجوة مرحلة ثلاثة من طبقة الجلد للطبقة اللي ما تحت الجلد بزيد كمية الفجوة او ايش الجرح رقم اربعة بزيد لحد ما توصل للعضب فهاي المراحل وقت اثنين وثلاثة واربعة حدوط الانفيكشن بكون كبير والمريض الصار عنده انفيكشن بصير عنده حرارة سيبت السيميا التهابات واوقات فهاي المرحلة والمرحلة هاي بصير لالايش لتقرح الجلد تقرح الفراش من كتر من كتر الالتهاب بصير ريحة كتير سيئة والتهاب شديد فبننا ننبه للمريض شو الحل الحل اذا المريض انترك هيك كنا بصير عنده ايش تقرح الحل كل سعتين نحرك المريض على مختلف على مختلف لهيك كنا ايش الوزيش مهم كتير فبالشكل هذا اتفقنا من تقرح الفراش بتصيب ايش مكانات معينة هدا هي بلاقي ظهر المريض بالشكل هذا بلاقي هاي بتبلش ايش احمرار وتقرحات تقرحات في امناطق معينة وخاصة منطقة العسوس هاي بتصير فيها تقرح كبير اغلب المرضى عندهم في هاي المنطقة بصير عندهم تقرحات انا شفت في هاي المنطقة في هاي المنطقة في هاي في كل المنطقة فايش بتنا نمنع حدوتها بداية حدوتها بتصير بالشكل هذا احمرار شايفين احمرار بعد هيك هالجلد المحمر هذا ببلش يتقرح يتقرح بالشكل هذا يتقرح وتزيد القرحة وتزيد بالشكل هذا شايفين شايفين تقرحات بتزيد بتزيد فالحل تبحها انو حنحرك المريض كل ساعدين هاي تقرحات شايفين بالشكل هذا يعني صار فيها انفكشن بتكون رحتة كتير سيئة كتير كتير سيئة اه اه نرجع لدرسنا درسنا الحل تبع بتزيد او تقرحات الفراش انو نحرك المريض كل ساعتين على موزيشن معين دور موزيشن هاك دور موزيشن هيك دور موزيشن هيك دور موزيشن هيك فهاي كل حركة بتخلي المريض ايش يخفر في الضغط على أماكن معينة ودورة دموية بتضلها مستمر والدم بوصل لجميع الأطراف الشيء التالي انو ينعمل للمريض مساج الشيء التالي العلاج الطبيعي كل يوم ينعمل للمريض تفقنا كل يوم انا كممرض بدي اتفقد جسم المريض وين في حمرار اذا في حمرار او بداية حصول تقرحات فراش ولا لا على طول بدي نستخدم الانتبيوتيك البراهم اغير المريض الانتبيوتيك بدي نعمل مساج للمريض نطلب من العلاج طبيعي طبعا الغداء ما نحل للمشكل الغداء نوع يعني الغداء مهم ما في انه اطعم المريض وقول انه حل هيك مشكلة لا المريض غداء ويريد يأكل تمام الغداء منتاز كتير يعني مهم في كل المراحل بس الحل الاول للبيت سورس هو حركة المريض كل ساعتين الشي بتاني انه تقوية جهاز المناعة وتقوية هذا وبناء العضلات وفضع الجسم والغداء صحيح نيجي على Fowler Position Simi Sitting Position لو شينا على المريض هذا هذا position كتير مهم خاص للأمراض للأشخاص اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنافسي في بعض الأشخاص بتلقي بكلك بنامش إلا بالشكل هذا بقدرش لما نحط المريض بالشكل هذا إذا كان عنده مشكلة بالجهاز التنافسي فبتلقي برتاح أكتر بياخد نفسه بسهولة ليش لأنه الأمعاء ضغطها صار لتحت فالرئتين صارت صارت صار فيها انكباض وانبساط بشكل أسهل فهذا الـ Position للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالجهاز التنفسي بيكون أفضل فهولر Position مريض مرتاح يعني مثلا مريض عنده مشكلة مريض عنده مشكلة مثلا Bronchitis Blung Infection تلاقي بهذا الـ Position حطيته تلاقي مرتاح لما نعطيه تبخير 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 عطيه للمريض اكسجين بتلاقي بالشكل هذا مرتاح أكثر لأنه نفسه بيأخذه بشكل أسهل فولر Position يبقى فولر Position عشان المريض أهم شغلة صحيح أنه eating talking and looking around برضك الأهم من هيك for respiratory system for ease to take respiration عشان المريض يأخذ نفسه بسهولة هاي هون دكريم النوفاول position is especially helpful for a client with the discipline الاشخاص الاشخاص عندهم صعوبة بالتنفس ليش بيكون ايش because it causes the abdominal organs to the drop away from the diaphragm يعني أعضاء الأجهزة أعضاء الموجودة في تجويف البطن تكون ما هي ضغطة على الـ diaphragm على الحجاب الحاجز في هذا position فهي كتير مهم إنه المريض يأخذ نفسه بسهول ترجمة نانسي قنقر ذلك مهم هذا فهولا position مننا ننتبه إنه إذا المريض قاعد لفترة طويلة على هيك فهذا position خاصة المرضى اللي عندهم شلل إنه ما نترك المريض برضا قاعد اللي عنده مريض مثلا ما بتحرك أو عنده شلل فهذا الوضعي لفترة طويلة إذا تركنا فتلاقي هون إيش بلش عنده إيش البيتسور واستقرح الفراش في هاي منطقة العصحص في عنا حاجة اسمها positioning device بالنسبة للمرضى اللي بصير عندهم كسر كسر أو شد عضل أو مشكلة بالعضلات أو بالنسيج العضلات في عنا حاجة اسمها positioning device خاصة للأشخاص اللي بيشتغلوا في العلاج الطبيعي كثير مهمة الهدف من positioning device هي تثبيت العضو خاصة الأطراف لمنح حركتها لأن العضو إذا صار فيه أي مشكلة كسر أو تشد عضل ضرر للعضل هون حركة العضو هذا بزيد المشكلة حساب المثال شخص صار عنده كسر في مكان معين إذا انترك الكسر من غير تثبيت حركة الكسر حركة العضو المقصور بزيد المشكلة فمنستخدم معهم إيش أدوات تثبيت لمنح حركة إيش العضو خاصة الأطراف في عنا كتير مثلا أدوات أول حاجة شي مهم هون قبل ما نبدأ بالأدوات تبعة التثبيت positioning device في عنا حاجة مهمة adjustable bid هذا adjustable bid هو السرير الموجود بالمستشفيات الحديث اللي بتحرك عن طريق ريموت مهمة هون أنا بدكور لكم هاي الشي عشان إيش إذا بدي أشتغل إذا اشتغلت في كلينيك معين أو مستشفى معين وفي موجود من هدو للأسر لازم أعرف كيف أتحكم به السرير هذا قبل ما يجي المريض لأنه ما في المريض يجي وينام على السرير وبعدين أنا آجي مثلا المريض لازم أحطه في position معين أو أحرك الراس على رأس لفوق أو الجلين لفوق ما أعرف أكون له الجهاز أو الاتخط هذا كيف بتحرك فهون فهون أنا الاتخط بضغط على زراير معينة يعطيني تحريك مش مطلوبة فهون بزيد المشكلة وممكن المريض يزيد توتره زيد السترس عنده يزيد يتدايق المريض ممكن يعصم فأنا أول ما بدي أشتغل في قسم معين وموجود من هلا دول الأسرة لازم تعلم على السرير كيف بتم تحريك رموت أو عن طريق لوح التحكم اتفقنا عشان ما أقعش في مشكلة لما نيجي مريض ويكون موجود على السرير وما أعرف أتحكم في حركة السرير في عنا حاجة مهمة في عنا Air Matrix Water Matrix في عنا لو جينا في عنا هدول الأشخاص خاصة مثل ما قلنا الأشخاص اللي بكونوا عرضة لحدوط البيت السورس الأشخاص كبار العمر الأشخاص اللي عندهم فراكش الكسور لازم يقعدوا في السرير فترة طويلة هدول الأشخاص إذا تركناهم مع فرش طبيعية جسمهم بتسلخ جلدهم بتسلخ زي ما بقولوا أو بتعب المريض فمنعمل بنحط لهم Air Matrix أو Water Matrix على الأرجح هو بيستخدموا Air Matrix الفرش الهوائي الفرش الهوائي هي عبارة عن شو؟ عبارة متل ما انتو شايفين عبارة عن حلقات 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 مثل الفرش وهي الحلقات متواصلة موصولة مع جهاز ضخ هو بومبة فهذا الجهاز بدخ الهواء في قلب هاي إيش الحلقات أو الإيش عبارة عن فرشة من إيش غرف صغيرة هوائية أو وحدات صغيرة هوائية فهاي الجهاز بيعمل تحريك إيش حركة للهواء الموجود في هاي الحلقات أو الوحدات بشكل تماتيكي يعني بيكون تفريغ الهواء من هاي وبعدين ضخه في قناة تانية تفريغه من هان وضخه في قناة تانية فحركة يعني بين التفريغ والضخ بين القناة والتانية فبصير أنه حركة بسيطة للجسم حركة خفيفة فهاي بتعطي ارتياحية للمريض شي التاني إنه ايش تحرك المريض جسم المريض نوعا ما شي التالت بتخفف ضغط الضغط الواقع على ايش قلنا على بتشهول بين العظم والفرشة وضحة الصورة فكتير مهمة هاي الفرشة للمرضى اللي راح يقعدوا بالتخط لفترة طويلة غاصل عندهم كسور كبيرة كتير مهمة للمعاقين حراكيا كتير مهمة لكبار العمر اتفقنا ناخد بريك عشرة دقايق وبعدين نرجع نكمل اشتركوا في القناة 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 indeed اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نستخدمها لرفع رأس المريض ممكن نوضحها بين بالنسبة للمرضى اللي عندهم أو خايفين عليهم من البيض نستخدمها لو شفته هون نستخدمها كسابورت للبدي لدعم جسم المريض لنضعه بشكل مريح وأفضل للمريض بالشكل هذا أو ممكن نعمل لجزء معين مثلا مريض عنده كسر مثلا مريض عنده كسر بإيده على سبيل المثال وعنده قاص مجبيرة على إيده فمن نرفع إيده لفوق ممكن نحط تحتها خدتين أو ستة واثنين بلاوس عشان إيش رفع العضو بيقلل من حدوث الورم خاصة المرضى اللي عندهم كسور وهذا من الأسباء يعني لو شفته بتلاكوا المرضى اللي عندهم تورهم مثلا بسبب صار معهم حادث وصار عندهم كسر رجلهم المكسورة بعد ما حطوا القاست عليها الجبيرة برفعينها على مخدات لفوق شوي ليش عشان تخفر في الورم بالشكل هذا في عنا في عدوات تانية بنستخدمها طبعا كل يوم والتاني في شركات معينة حسب أبحاث علمية حسب تجارب علمية بينتجوا أداة معينة هاي الأداة مثلا بتستخدم لنوع من الخدمة أو نوع من التقليل من الكومبليكيشن عند المرضى على سبيل المثال في عنا الهاند رولز هاي بنستخدمها من زمان معروف الهاند رولز عبارة عن قطعة كماش تنحط بإيش بين أصابع المرضى اللي عندهم مثلا مرضى اللي عندهم مثلا مريض انكونشس غايب عن الوعي دائما ماسك إدي مترمش عادي فهاي نوع من الإيش كالكير رعاية للهاند رعاية للإيش الأصابع رعاية للإيش للهاند بنحط قطعة من القماش الهدف منها إنه إيش تبقى الإيد جافة من الداخل ما فيها تعرقات الشيء الثاني بنحافظ على نظافة الإيد الشيء الثالث بنحافظ على الجوينت الجوينت المفاصل تبعات الأصابع بشكل هذا زاد إنه هدول أشخاص بحتاجوا لإيش لعلاج طبيعي كل يوم ينامل لهم علاج طبيعي أو تحريك لهالمفاصل هاي الهاند رولس هي تلاقيها مع المرضى نستخدمها مع المرضى اللي عندهم يعني مش واعيين متل ما قلنا وفي عندهم تيبس بأيديهم أو عدم حركة بأيديهم أو تلاقيه دائماً مسكر إيده فبالشكل هذا في عندنا السايد رايلز رايلز السايد رايلز هي إيش هو الجوانب يتخذ السايد رايلز أو الهدف منه هو الحاجة السيفتي السيفتي للبيش شيء الثاني بيستخدموا البيش إنه خاصة كبار لأمور تشينجين أو بوزيشن إنه يستخدموا المريض في إيش في تغيير وضعي الجسمه مريض له واحد وفينه يحلق جسمه تمام بيستخدم مثل ما هو بالصورة إنه المريض بإيش بيمسك السايد وبإيش بتحرك كيف بده شيء تاني هي الإيش السيفتي إنه منستخدمه إنه منع سقوط المريض خاصة مع الأطفال الأطفال دايما ننتبه لهم دايما يكون مرفوع حتى الكبار دايما يكون مرفوع للسايد رايلز لمنع حدوط أو سقوط أو حدوط أي حادث يؤدي المريض هنا الميكانيكا الموبوليزيشن هي الميكانيكا الموبوليزيشن يعني إيش معنى هي الأدوات اللي بتثبت الأضاء أو الأطراف ليش كلنا ليش منثبت الأطراف تثبيت الأطراف في حالة حدوط مثلا كسر أو مشكل فبلزمنا إيش من المستحسن أو الأفضل أو اللازم إنه إيش يتثبت العضو أو الطرف الطرف المريض ليش لأنه عدم الحركة بتساعدنا في أشياء كثيرة أول حاجة خفف الألام وتشنجات العضل تثبيت المكان يعني ليش بنحط كاست على الإيد المكسورة حاجة الثانية سابورس سكيلتال إنجليس بيقلل بيدعم الإصابة في الهيكل العضل يعني سابورس سكيلتال إنجليس يعني لما يصير عندنا مثلا كسر ويهي تم تثبيته بيكون هذا التثبيت أو جهاز التثبيت كنوع من الدعم للعضو المكسور الحاجة الثالثة restricted movement while injury يعني يعني آلة التثبيت أو جهاز التثبيت الموضوع بيقلل الحركة بيقيد حركة العضو اللي فيه إيش جرح أو فيه كسر وهذا بساعد على إيش الشفا لأنه العضو المكسور كنا إذا صار فيه حركة بصير شفي healing بصير شفي الشفا حاجة الرابعة يسمح بالنشاط أثناء تقييد حركة المنطقة المصابة يعني المريض المكسور إيده لما يكون عليها الجبيرة فينه يتحرك الجسم عادي وإيش تبقى إيده بإيش مسبتة على العكس تماما شخص مثلا إيده مكسورة ومش عامل الجبيرة بتلاقي كل جسمه وإيده التانية ماسك لعضو إيده المكسورة ومش قادر يتحرك بسهولة غلا مالصح حاجة السادس بريفنس الحاجة السادسة بريفنس فاردر تركشرا داميج و بي فورمي يعني بمنع مشكلة أكبر حدود مشكلة أكبر ودمج أكبر وإيش ودي فورمي بالعضو المكسور يعني إيش مسلا على سبيل المثال عضو مكسور إيد مكسورة لمريض ما صار فيها تسبيت ما صار لها تسبيت بصير فيها مشكلة بصير فيها مشكلة بصير فيها بزيد فرصة حدود المكسورة أو زياد مثلا حدود الكسر المريض بعانب ألم شديدة يعني كثير كثير مشكلة بتصير مع المريض زائد إنه ممكن يصير عندنا دمج في المكان يعني مثلا على سبيل المثال بعض المرضى مثلا عنده كسر هالكسر هذا ممكن إنه يكون العظم طرف العظم مثل الشفرة إنه يسبب دمج للتشول حوالين العظم المكسور لهيك درجة المكسور 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 بمتد شغلات معينة أو موجود شغلات كثيرة هي الهدف منها هدف واحد هو التسبيل نيجي أولا حاجة هو الاش سبلينتس الجبيرة هاي السبلينتس بنستخدمها دائما في وقت ايش في الأسعاف الأولة سيما احنا شايفين عبارة عن لوح خشبي رفيعة صار خشبية وتسبيت للأطراف بيكون المريض ممكن متعرض لحادث أو لكسر فبالشكل هذا بتم تسبيت الأطراف لمنح حركتهم لحد ما ايش يتم نقل المريض للمستشفى هاي نوع من الاش الفير ستيت في عنا نوعية تانية سبلينت نفس الشي جبيرة بس مصنعة تصنيح هاي بتبكى في الشي اسمه البوكس الأسعاف الأولي أو صندوق الأسعاف الأولي موجودة عبارة عن كيس بلاستيكي مصنع بشكل معين عشان ايش يتم من خلاله أو استخدامه في تسبيت طرف من أطراف الجسم زي ما احنا شايفين هو عبارة عن كيس بلاستيكي ينتفخ بصير له نفخ هاي الكيس البلاستيكي بعمل تسبيت زي نفخناه بعمل تسبيت للعضو المقصور زي ما احنا شايفينه هاي بستخدموه مع الرياضيين لحد في الاسعاف الأول الرياضيين اللي بصير عندهم مكسر لحد ما يتم نقله للمستشفى في عنا التراكشن هو التراكشن سبلينت الجبيرة الشد ممكن حتى الان في حدا بيستخدمها بس استخدمها قليل قليل صار نوع من الشد بيستخدموه لا ايش لا تقليل هون يكون المرض بلكي عنده مشكلة معينة خاصة للمرضى اللي عنده مثلا كسر هانا فبيستخدموه مثلا انه منه تسبيت شد العظم او شد الرجل لا يوضع العظم بالشكل الطبيعي الاصلي له لا يتم عملية الهين بصورة صحيحة بس اليوم اتطور العلم صار تسبيت داخلي رح نحكي فيه كمان شوية هاي الادوات الشد قلت كتير كتير مش موجود في عنا الام بلايزار بالشكل هذا موجود في عنا بالشكل هذا موجود في عنا الانواع الموجودة اشكالها كتير كتير في عنا هون جبيرة الرقبة او تسبيت الرقبة هاي على طول بالفير الاسعاف الاول منستخدمها للمرضى اللي صار عندهم سقوط على طول منتم تسبيت الرقبة ليش لانه منخاف انه يكون المريض صار عنده جرح في الحبل الشوك هاي التسبيت تمنع قطع الحبل الشوك اللي موجود عند المريض بالرقبة من تدلج جسم نحمي بالشكل هذا المريض من انقطاع الحبل الشوك او الاعصاب هاي كتير كتير مهمة في 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 الأسعاف الأول للمرضى من غير ما اعرف للمرضى اللي في عندهم سقوط من مكان عالي او حد تلهم حدث ايش اه هذا هذا السيارة على طول من نسبت لهم ايش بهاي الجبيرة على الرقبة من غير ما نعرف انه المريض هل هو عنده مش جرح في العصاب او على طول مباشرة تثبيت هاي بعد هيك بننقل المريض بشكل صحيح للمستشفى وبالمستشفى بيتم تشخيص المريض اذا عنده اي مشكلة ممكن يطلها ثابت لحد ما ينعمله اي عمل بروسيجر تاني وبعد هيك بيتم تنحيتها في هنا حاجة تمنى اللي هي عبارة عن بنسميها حمالة الايد بالعربي المريض مثلا عنده صار عنده كسر بالأطراف العلوية هاي نوع كنوع من أنواع التسبيت لعدم حركة الايد أو بنستخدمها مع المرضى اللي صار عندهم نعملهم عملية مش كسر عملية نعملهم مثلا في عنده انجري جرح كبير ونعمله لمنح حركة الطرف لمنح حركة الايد لتسبيت الايد لأنه في عنده جرح هنا في عنده عملية هنا المريض ما يتحرك ما بدنا يحرك ايده لأنه كل حركة لأيده بزيد المشكلة بزيد فرصة حدود الكمبليكيشن فمنستخدمها هاي للمرضى في عندنا الحاجة مهمة الكاست كاست وهي جبيرة الجبس كاست هي الجبيرة مهم منستخدمها مع الكسور في عندنا نوعيتين في عندنا نوع الأمريكي وفي عندنا النوع العادي الجبس أو الجير بسموها الجبس البيضة لونها أما الأمريكي بكون لونه أزرق أو أخضر حسب ممكن في منه وردة أحمق هيك شو الفرق بينهم إنه الجبيرة العادية اللونها أبيض بكون وزنها دقيل هذيك وزنها خفيف الأمريكي الجبس الأمريكي بسموه خفيف بس مشكلة الجبس الأمريكي بعمل زي للجلد الجلد بكون حسس أكتر لإله يعني بساوي تحسس أكتر الجلد بس الكاست الجبس عادي الأبيض بكون دقيل وحامل دافئ أكتر أو حامل بقول عنه يعطي حماوة أو سخانة أكتر الهدف الهدف القاست سكان أمريكي أو العادة هو تسبيت المكان تسبيت الـ position الصحية للعضو المقصور يصير فيه healing الشفاء الشكل الصحي ومنع حركة العضو المقصور لحد ما يصير فيه healing لأنه ما دم ومقصور صار فيه حركة بصير إش لعله healing شو الفرق حكينا الفرق بين الأمريكي والهذا إنه الأمريكي بيكون خفيف العادة بيكون تغير تمام في عنا في عنا هاي الرسمة هذا المريض مركب لو قاست جبيرة لو شفنا قديش الجبيرة كبيرة ولا مساح أنتو قبل هيك بل حدا شاف قبل هيك مريض زي هيك خاص الأطفال هذا بحدث سووه مع الأطفال حدا شاف قبل هيك طفل معمول وزي هيك أمور الطفل خمس سنين أربع سنين الجبيرة هيك تمام موجود لحتى الآن بس هالحين خلع ولاده ممكن حاجة تانية الأكثر مهمة من هون بيكون المريض عنده هنا كسر في هاي المكان مريض بيكون عنده كسر في هاي المكان في هاي المكان المستشفيات الراكيب بعمله internal fixation تسبيب دافل وبالزمش هاي الجبيرة بيسبب تسبيب دافل ببلاتين وخلص والمريض بعد فترة بطيب بس بالمستشفيات العادية مثلا ممكن يعمله هاي الجبيرة لتسبيب كل هاي المنطقة بنعمل كل هاي الجبيرة شو دورنا نحن تمام الدكتور عمل هاي الجبيرة هاي وكل المرأة ندربها لك على الولاد طعمين نيح غزين نيح حافظة نظافة وبروح نحن دورنا كتمريض ساعدنا في اشتغلنا بالجبيرة جبرنا مع الطفل زا تمتيج الأم جايب الطفلها خايفة متوترة مش عارف ايش تعمل متبل بشي ومحطة جايب بسترس كبير ولما تشوف زي هيك بنها بزيد ايش بسترس تباحا نحن نحن كدورنا كتمريض دكتور خلاص عمل هاي الجبيرة دوب بحكي كلمتين وبروح نحن دورنا كتمريض دور كبير كبير اول شي نعطي تعليم من الان شو الهدف من هاي الجبيرة وين الكسر تمام الهدف الاول كان التسبيت بنحكيهم بالشكلة حاجات تانية منعلم الام عن شغلات مهمة خاصة بالكسر بالجبيرة هاي او بالجبيرات الحاجات العصر هاي مثال كشكل عام جبته اكبر اكبر جبيرة للكو عشان يكون كمثال للكو لا الجبيرات الصغيرة اول شي بنعلم الام انه هذا الطفل ما رح يتحرك عدم حدود حركة هون بكون انه ايش عرضة يصير عنده امساك فبلزمنا انه نطعم بشكل كبير زائد انه راح ينكتب له يعني ملين عشان ما يصير امساك هاي مهم الشغل حاجة تانية انه هذا المريض بحتاج لأكل غني بالكالسوم حاجة تالتي انه هذا المريض انه نحافظ على ايش عنضافته الشخصية انه كل يوم نعمله مسح لجسم نهتم بنضافة جسمه بالذات المنطقة هاي حافظ على نضافتها انه البراز ما يجيش لهاي المناطق مناطق الجبس او مناطق الكاست ليش لانه اذا اجا بصير منطقة متسخة وحدود بصير فرصة حدود ايش الانفكشن فمنعلم فمنعلم الاهل كيف انه يحافظ على النظافة هاي من المهم كتير حاجة تالت انه منعلم الام انه هذا الطفل انه من اطراف الجبس ممكن هاي الاطراف تبعتي الجبس تكون مؤزية على الجلد فمنحط نوع من احنا منحط من نفحص عنها هل هي شارب شاء حادة اطراف الجبس اذا كانت منحط جزء بسيط من القطع عاجل خامسة انه هون منعلم الام ايش انه هذا الطفل رح يمل هذا الطفل رح يزح روح ورح مل نفسيته رح تتعب منعلم الام كيف توفر له وسائل تلحي هالفترة هاي يعني فرصة مش فترة مش بسيطة رح يقعد فيها زي فايش منعلم منشجع انه يجو حوالي اصدقاؤه من يفتحو له تلفزيون يستخدم الايباد يفتحو له موسيقى يعملو له تغيير جو يغدو يودو بالشكل هذا الشي المهم هون بالقاست انه لازم نفحص كل خاصة في ايام الاولى من تركيب القاست انه نفحص الاطراف شو نفحص الاطراف كيف نفحص الاطراف انه اول شي يديش يصير في عندنا ايش انه الميقاست يكون ضاغط على ايش على الطرف مثلا من هاي الشقة ويمنع حدوط ويمنع وصول الدم فاذا منع وصول الدم هيصير عندنا ايش هانا ايش ايش ازرقاق وتغير لون الجلد وهي يصير عندنا ايش هيصير عندنا يوم والتاني اذا صار يوم والتاني اذا صار عند المريض عدم وصول الدورة الدموية والدم عدم وصول لهاي الاطراف هون بصير عندنا ايش ازرقاق بصير عندنا تشوب بصير عندنا ايش جانجرين وهيك المريض وصل لمرحلة انه راح ينقطع رجله فيها فمن المهم مهم انه كل يوم اعلم الاهل بيعملوا تقييم على الكابيلر ريليف انه ييجوا يطلعوا على الطرف على الاطراف على الاضافر يضغطوا فيه دورة دموية شرجال ولا صار ازرقاق في الطرف في حالة حدوط الازرقاق يرجعون مباشرة حاجة تانية من المهم نعلم الاهل او المريض انه يعمل ايش موبيل نشوف هل تضغط على الاعصاب ولا لا في عنا مشكلة بالاعصاب ولا لا انه المريض يحرك اطراف واصاب من الكاس حاجة التالتة بدي اعمل السيسمان للإيش للسينسيشن الإحساس بحس ايد المريض بأقرس ايد المريض بشي خفيف بكله في حساس ولا لا حاسس بشي ولا لا لانه من المهم انه ايش بعد تركيب القاس جبيرة انه الدورة الدموية شغالة والإيش والأعصاب ما فيها اي مشكلة حاجة حاجة الرابعة بدي اعمل السيسمان للسوفت اجز مثل ما كنا الأطراف تبع تلك ما تكون حادة ما تكون تجرح الاسكن عنا اذا كانت حادة هون بوضع ايش جزء من القماش او القطن الحاجة الخامسة بعمل السيسمان لا في عندنا سويلينج ولا لا صار عندنا تورم ولا لا عشان امنع التورم ممكن اطلب من المريض انه يوضع ايده على ايش على وساد او مخد او يرفحها لفوق شيء وضحها بشكل مرتفع ليش عيخف في حالة حدوث اي شيء مش طبيعي كزرقاق عدم الاحساس عدم القدرة على الحركة للاطراف لازم يرجع المريض على المستشفى مباشرة ما يتأخر هيك منعلم الام هيك منعلم المريض هيك منعلم الاهل اتفقنا في حالة باردك نوع من تقليل السولينج ممكن نحط كمادات مي باردة طبعا الكمادات هاي عبارة عن ايش جربة بسموها او كيس بلاستيكي ما يرشح مية ويسبب رطوبة على القاس لانه القاس اللي جلصار عنده رطوبة في مية او رطوبة هيبسبب انها مشاكل لا ايش للقاس تخرب الجبيرة اذا مرق فيها مية حافظ عليها تكون جافة هاي الشغلات ما بدنا ننساها ما بدنا ننساها اتفقنا هاي الشغلات ما بدنا ننساها تير مهمة تير مهمة انه ايش عدم حدوط الازرقاك وعدم حدوط التورم وعدم حدوط عدم القدرة على الحركة طبعا ممكن يصير عنا جفاف في الجلد هنا مش مشكلة بنستخدم لو كريم مرتبات حسن اما اهم شي عدم الازرقاك عدم حدوط ايش عدم حدوط ازرقاك عدم حدوط التورم عدم حدوط ايش عدم القدرة على الحركة والاحساس هذول اهم الشغلات في ايش الكاس في بعض ايش بسو بسو الجبيرة بروع الدار الجبيرة بتكون شاد وضغط تلاقى اصابع صار الزرق وزرق وزاد الورن فيهم رجع للمستشفى لازم يرجع نحن لازم نعلم الاهل لازم يرجع ليش لانه هاي الجبيرة ضيقة بتكون وزا بكيت راح تبقى راح يستمر عدم وصول الدم للأطراف وراح يصير في الأطراف غرغرينة بهذا الشكل بالنسبة لل كاس ريموفل ازالة الكاس عبارة منزيل نحن الكاس هذا الكاس الأمريك لو شفته لونه أخضر خفيف بكون كاس الأمريك هذا هو إخضر أو إزرق أو إحمر فيه منه ألوان الكاس العادي هو الأبيض هذا هو هذا الكاس الجبيرة العادية الجير أو جبس نسميه كيف إذا لتهم الاثنين بنزالوا عن طريق جهاز قص هذا الجهاز ما بجرح ما بجرح صوته بتحس أنه راح يجرح بس هو بتحرك حركة ارتجاجية ارتجاجية بقص بس لكن ما بجرح زي كيف التليفون الرجاج مثل التليفون الرجاج حركته خاصة كبار العمور والأطفال بخافوا منه فهم نحن منعلمهم قبل ما نحط على الإيد أو على قص الجبيرة منعلمهم أنه هذا بجرح حتى لو حطيته على إيد عكفة إيد بجرح من ورج ممكن بعض المرضى أنه تكون الجبيرة ضيقة عليهم بالشكل هذا يجون عشان نفتح فيها إيش فتحة عشان توسيع الجبيرة ففقط من جانب واحد من قص الجبيرة منفتحها بالشكل هذا لكن منرفع حاش مية بالمية فقط تظلها موجودة لكن إيش بتم قصها من جانب واحد عشان يتم توسيع الجبيرة بس بالغالب أنه بترتفع كامل وتنعمل جبيرة في حالة أنه وجود هنا مثلا تحت الجبيرة جرح وبلزم نعمل عليه غيار أو ممكن نفتح شباك نسمي وندو نفتح شباك في الجبيرة مربع لنوصل للجرح ونعمله غيار الجبيرة بتكون موجودة لكن فيه مربع صغير بنفتحه مثلا ونوصل للجرح عشان نعمل عليه الغيار فيه عندنا التراكشن اللي هو الجر أو الشد هذا الجر أو الشد كان زمان يستخدمه وفي الفترة الحالية يستخدمه مؤلم كثير مؤلم كثير وبالشكل هذا كان زمان أنه يستخدمه الشد مثلا عنده المريض كسر فكانه يستخدمه الشد عشان يرجع العظم للبوزيشن الصحيح وبالشكل هذا بصير كثير مؤلم كثير يعني اليوم في عنا التسبيت الداخلي والتسبيت الخارجي في عنا external وفي عنا internal fixation external fixation هو عبارة عن التسبيت الخارجي هو عبارة عن شو مثل أو مسامير مثلا هذا المريض عنده كسر هنا فتم تسبيت الكسر بإيش عبارة عن دبابيس وضعت وتم تسبيتها بلوح معدني خارجي نحن كتمريض نشتغل مع المريض تحضير للعملية بعد العملية وكذلك كيرينج للجرح الموجود هنا وما نعلم بالشيء هيك مرضى كمان بلزمهم بعد ما يتم التسبيت بلزمهم بعض العلاج الطبيعي للأطراف ممكن للمفاصل للأصابع شوية شوية بعد ما يصير هيلنج للكسر برجعه شوية شوية للعلاج الطبيعي بهي الشكل بس الأفضل صحيح إنه موجود لليوم استخدام الاكستيرنال فكسيشن لكن بيعنا حاجة أحسن اللي هي انتيرنال فكسيشن هو المريض من خلال العملية بيتم فتح الجزء اللي فيه المشكلة أو اللي فيه فراكشر بيتم فتحه وعند العظم المكسورة بيتم تسبيت جهاز البلاتين أو قطعة من البلاتين أو قطعة معدنية تسبيتها ببراغي بالشكل هذا بيتم إغلاق المكان بغرز فقط بنعمل رعاية أول كم من يوم أو خمس ايام ست ايام أو أسبوع على الجرح الموجود بيكون فقط الخارجي على الغرز وبالشكل هذا بعد فترة معينة من الوقت بيصير لإيش للعظم وبروح الكسر بيصير ممكن إنه هذا البلاتين يلزم له عملية تانية للإزالة وممكن يضلوا في جسم المريض بالشكل هذا اليوم خلصنا دارسنا في حدا إلو أي سؤال في حدا لأي سؤال لا شكرا دكتور يأتيك العافية الله يأتيك العافية الله يأتيك العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة